مع الزمن مع العشرة لما نتجوز لما نعيش في بيت واحد لما نخلف هيسيب الموضوع هيكبر دماغ هيتغير تخيالي اتنين مخطوبين دخلت مامة البنت عليهم هما الاتنين قاعدين كده في زيارة عقلية لقيتهم الاتنين متخنقين خناقة عملين يصفوها بقى لهم ساعتين ما بتصفاش فراحت قالت لهم كلمة قالت لهم ايه يا ولاد انا حاسة انتوا ما بتصفوش لبعض عملتوا كده ليه وتخنقتوا كده ليه سبتوا ايه لما تتجوزوا هي بتبشرهم هنا ان الخناءة دي ما تتخنقوهاش واستنوا وتقالوا كده على لزقكو عشان الخناءات جاية بعد الجوازة ان شاء الله بإذن الله وتطبستوا بيها قوي بإذن هل هي كده بتساعد الاتنين ان هما فعلا يعدوا من مشاكلهم ما هو تغاضي عن المشكلات اثناء الخطوبة هو اللي بيقدي لمشاكل حديث الزواج اللي بتحصل ورجوعا لسؤالك اللي انتي سألتين تعالي بقى يلا بينا احنا تقفل علينا الباب وخلاص احنا تجوزنا دلوقتي المشاكل ايه اللي بتحصل يعني ايه السبب الأساسي للمشكلات ايه السبب عدم الاتفاقون ما كانش فيه صراحة من البداية صح يبقى هنرجعها لأيام الخطوط تعالي بقى نتكلم عن الخناءات اللي بتتسبب فيها طريقة اللايفستايل يعني جوزي بيعيش ازاي وانا اكتشفت ايه معاه لان ما جربتش الكلام ده معه احنا مخطوبين زي مثلا بيحب يعلي التكيف على الآخر والله اول مثل ده واضح ان دي خناءة مقامل في البيوت كلها التكيف والنور والحاجات دي هو انا متجوزك ليه شايف الجملة دي اي حاجة نقصاني انا كارا اقول لك انا ما متجوزك ليه انا ما بحبش ارد على الحاجات دي على الهواء انا متجوزك ليه فبيحصل هنا اختلاف على ادوارنا انا والله متجوزك انتي المفروض تعملي ايه والمفروض انا كراجل اعمل ايه في اختلاف هنا صح والله هو الاسف بيقولك ليه مش هايز ارد على الهواء رد هيبقى اجرسيف يعني ايه متجوزني ليه هو انت متجوزني عشان ابقى ميد مثلا علشان اقعد اعملك ورتبلك وسويلك انا بني ادم زي زيك فمتجوزني ليه دي فيها حاجات كتير او متجوزنا عشان بتحبني الحمام مش متحضر متجوزك ليه لا معلش هو يا كريم الحمام بيتحضر بايه ليه يا كريم اقول لي بقى صحيح فعلا الحمام بتحضر ازاي بحتاجي اعرف يعني هما الاتنين سامنا على العسل وعدوا بخطوبة مفيش بعد كتا واول ما تجوزوا مع اول خناقة قلت له اش معنى مامتك اش معنى اختك هل الراجل دولتي غلطان لا طبعا تستطي لغلطان عشان هي بتقارن بحد ما ينفعش تقارن بيا خالص الله ينور عليكي هنا بقى ايه اللي بيحصل احنا لسه في بداية الجواز فانا بتكلم بعفوية ولازم نقول طبع عفوية العفوية ما جابتناش غير وراء يعني ما رجعتنا ما مقدمتناش قدام رجعتنا الوراء يعني انت تقصد ان التعامل بالعفوية بين المخطوبين او الزوجين لا في بداية الجواز ما ينفعش في بداية الجواز يعني عدنا مرحلة الخطوبة عدنا ان شار العسل وخناقته اتعامل بعفوية بقى وبرحتي يوم خلاص بقى عرفت مراتي دي اللي بيزعلها اللي ما بيزعلهاش هي عارفة انا بزعل من ايه ما بزعلش مريه ده اخيرا بقى بيتي معه العفوية هنا في ايه اتعاملي بعفوية بس ما تقوليش كل حاجة بعفوية لازم افكر صحي وعلي زكاء طبعا هتيجي مثلا انا وانت اتخنقنا مع بعض دلوقتي حصل خلاف ما بيني وما بينك حل؟ لقيت فيه فرقة ما بين الرجل لما بيتخانق وستة لما بتتخانق الرجل لما بيتخانق بيتخانق لموقف يعنيры بيتخانق معاك عشان الموقف اللي لسه حصل دلوقتي تمام انتي مبتتخانقيش معي عشان الموقف لانتخانقي معي عشان الموقف عشان هجيبلك موقف من 30 سنة فاتح بالضبط كده سبب والموقف الطب هل بقى اللي فتح الموقف اللي فاتح طب انا لسه favourite انا وانت متجوزين ما عندناش لا هجيب لك من الخطوبة حبيبي أنت فاكرت تهربت ولا إيه من يوم ما شفتك من يوم ما شفتك وهجيب لك خناء فالفكرة كلها أنه الست كائن عطفي دايماً اللي بيطلع على اللسان ما بيكونش العقل هو المتحكم بيكون القلب أكتر بيكون القلب أكتر هو المفروض إيه اللي بيحصل العقل هو اللي بيبعت إشارة للقلب مع الست اللي لقى العكس يا حضرتكي فندم القلب هو اللي بيبعت إشارة للعقل وسوته أعلى بكتير فبيحصل أزمة كبيرة جداً البداية لأي اتنين متجوزين ولسه بيقولوا يا هادي سواء أخذوا فرصتهم أن هم يتعرفوا على بعض بشكل جيد أثناء الخطوبة أو لا الفترة الأولانية دي فترة جس النبض عارفة أنت ماتش الكورة بيبدأ بتلاقي لسه اللعيبة بتنقل الكورة ما بين رجليهم يواش يواش بالراحة